خلونا نرحب بالشيخ محمود الحسنات الشيخ محمود معنا عبر الهاتف أهلا بيك حياكم الله يا مرحب يا أهلا وسهلا شيخ محمود يعني أنا علمت أن لك شهداء في قطاع غزة فأعزيك والبقاء والدوام لله حياكم الله شكر الله تعيكم وإزاكم الله خير نحن ليس لي لنا جميعا في قطاع غزة شهداء لأنه لم يبقى هناك بيت ولم تبقى هناك عائلة ولم تبقى هناك أسرة في غزة إلا وقدمت على الأقل خمسة شهداء نعم استشهد أخوالي واستشهد عمي واستشهد أبناء عمي واستشهد أكثر من ستة أطفال صغار ونزحت العائلة وهدم البيت وصيبت الأخوات لكن لن نقول بها ما يرضي الله سبحانه وتعالى لن يرى هذا العدو مننا إلا ابتسامة النصر بإذن الله عز وجل لن يرى هذا العدو مننا لا حزن ولا ألم ولكن سيرى مننا الأمل على أن النصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى تلك الدماء التي نزفت وتلك الدماء التي مضت إنما أشعلت لنا نورا ونار نورا سيضيء لنا الطريق نحو بيت المكدس ونارا على هذا العدو إن شاء الله شيخ محمود كداعية إسلامي وفلسطيني وابن قطاع غزة كيف تنظر إلى هذه الحرب كيف تنظر إلى هذا القصف أكثر من 25 مسجد تم هدمه واستهداف للمخابز واستهداف للمدارس واستهداف للمستشفات بما فيها المستشفى المعمداني كما رأيت وراء العالم إذا كان هناك رسالة لابد أن يسمعها العالم من قطاع غزة فما هي هذه الرسالة شيخ محمود على لسانك يعني هذه الرسالة إن كانت على اللسان فأظنها لن تصل لأن الاستغاثة بالأموات كرك بالله أهل غزة يعلمون تماما أن الاستغاثة بالأموات كرك بالله لأننا لا نستغيط بأموات لا نستغيط بأصنام هذه الأمة لا تسمع وحكام هذه الأمة لا يسمعون رم بكم العم فلمن سنودي هذه الرسالة الرسائل الموجودة الآن أمامهم عبر الفضائيات وأمام هذا العالم هذا العالم المنافق هذا العالم الكاذب هذا العالم الذي لا يرى هذه الزماء ولا يرى هذه الأشناء ولا يرى هؤلاء الأطفال فأطفال رسالة وصلت لكن من أوصلها ليس خطباء وليس دعاء هذه الرسالة أوصلها أطفال صغار قطعت أشلائهم وعائلات مسحت من السجل المدني ماذا يريدون؟ هل يريدون رسائل أكثر من هذه؟ هل ننمط لهم العبارات؟ هل نجمل لهم الرسائل؟ هل نخترع لهم الكلمات الجميلة؟ هل نصنع لهم آهات الحزن والدموع ليتأثر هؤلاء؟ أعظم من أنهم يرون أمامهم صور الأطفال وصور الأدلاء وصور البساء والعائلات التي تمتح من السجل المدني فأظن إن كانت هذه الرسالة المصورة والمثبثة على هذا العدو بالصوت والطور لم تصل لهم فلستصل رسالة لهذا العالم لكن نقول لهم نوم العوافي والله نوم العوافي يا عرب نوم العوافي يا مسلمين نوم العوافي يا أحكام ولكن عند الله تجتمع القصود شكرا حمود الآن الأخبار تقول أن أمريكا تطلب من قطر التوسط للإفراج عن الرهائل أو الأسرة يعني هم تأكدوا أن الإنقاذ بالطريقة العسكرية مستحيل فالآن بيطلبوا من قطر وقيل أنهم يطلبون أيضا من تركيا برأيك هل هؤلاء أسرة أم أنهم رهائن أم كيف لا بد أن يكون التعامل معهم وفقا للشرع يعني نحن وفقا للشرع نحن رأينا كيف أن المقاومة قامت بإطلاق صراحة امرأة ومعها طفليها وكيف قامت بعلاج تكساء المعتقلات داخل قطاع قزة فنحن نعملهم بديننا ونعملهم بسماحة هذا الإسلام رغم أنهم لم يرسلوا لنا إلا البرامير المتفجرة ولم يرسلوا لنا إلا طائرات أبريكية لتخصف أبنائنا وأصطالنا لكن نحن عملناهم بديننا وعملناهم بسماحة الإسلام لهذا يعني أبو عبيدة قالها صراحة أن الأسرة الموجودين الذين لم يشاركوا الدين وهذا فقه وهذه عقيدة لن نتنازل عنها حتى ولو رأينا ما رأينا من هذه الدماء حولنا لكن من لم يكن مشاركة في الحرب وخصوصا الذين يحملون إنسيات أخرى أبو عبيدة قالها صراحة أنه حينما تنتهي الحرب وتكون هناك فرصة فأنه سيطلق صراحة هؤلاء فهذا شيء طبيعي وهذا قل في ديننا وفي عقيدتنا أمريكا الآن ذهبت إلى قطر وأمريكا لو الآن في إمكانها أن تتحالف مع الشيطان ستتحالف من أجل أن يخرج هؤلاء لكن أقول لهم هيهات لن يخرج لكم إلا الأطرى الذين لم يشاركوا في الحرب لكن لو كان ذلك الجندي الذي شارك في قتل أبناءنا في غلاب غزة أمريكية والله لن تنالوا أطفر منه قبل أن يخرج آخر أثير من أسرانا المتواجدين في السجون الصيونية شيخ محمود هل تعتقد أن القطاع مقبل على تصفية حقيقية معلنة بالمناسبة من قبل الأمريكان والبريطانيين وغيرهم أنه سيخرج عدد كبير ربما مليون من المواطنين الفلسطينيين الموجودين في القطاع إلى مصر هل تعتقد أن نفسية وعقلية المواطن الغزاوي تقبل باللجوء والترحيل مرة أخرى؟ نحن في غزة نحن في غزة لن نقلق من غزة إلا إلى مكانين إما إلى القد بإذن الله عز وجل وإما إلى الجنة قالها كثيرا الشراتات الآن أرأيت كثيرا الشراتات في آخر شرات لهم على مواقع الاجتماعية تسجد نلتقي إما في القدس وإما في الجنة نحن ليس لنا خيار ثالث كان هذا المحتل وهذا العدو يظن أنه ما صنعه في أجدادنا حينما قام بتهجيرهم ويصنعه في الأحفاد لا والله لن يعاد الأمر مرة ثانية وهذا العدو كان يريد أن يجرب وأن يدخل في حرب برية من أجل أن ينفسد خطة الأم المدللة أمريكا وأخته في الرضاعة أمريكا والله لن يحلم بذلك نحن صممنا على أن نرابط على ترى فلسطين وعلى ترى غزة أنا أكلم الوالدة قبل قليل وهي نازحة في أحد المدارس في قطاع غزة وكذلك أخواتي وإخواني والله لم ألقى منهم إلا كلمات الرضا يعني أكلمهم لأواسيهم ثبتهم على الأرض فأجد أنني أنا بحاجة لمن يثبتني بتلك الكلمات التي تخرج من أكواهي فهم مثال للطفر ومثال للرضا والقبول على قضاء الله عز وجل وقضره هذا المحتل الذي صنع به صبيحة التابع من أكتوبر فيبقى وسام شرف لهذه الأمة إلى يوم القيامة بل هذا الذي سيقربنا للتحريق وليس الذي سيقربنا إلى مصر وإلى غيرها لنعجر لا ما قبل 7 أكتوبر ليس كما بعدها نحن خطونا خطوات طويلة نحو التحريق لن نتراجع عنها بإذن الله ولو كلفنا ذلك أنه بعد عن بكرة أبينا الهتاف باسم المقاومة والهتاف باسم حماس وأبو عبيدة والضيف عاد مرة أخرى إلى الشوارع العربية بعد أن كان محزورا إما بشكل رسمي أو كان خافتا ما دور الأمة وما دور المواطن المصري والعربي في العالم الإسلامي والعالم الحر لمواجهة هذا العدوان على قطاع غزة بعد أن استجاب بالفعل هؤلاء المواطنين للنفير العام الجمعة الماضية غدا جمعة جديدة برأيك ماذا لابد أن يكون أو يحدث في أنحاء الوطن العربي والعالم الإسلامي والعالم الحر جزى الله كل من صرخ جزى الله كل من خرج جزى الله كل من ندد جزى الله كل من ساهن في نصف أهلنا في غزة أن يكتب أجركم لكن نحن نحتاج المزيد نحتاج من الشعوب أن تضغط على حكوماتها نحتاج أن تراد الشوارع العواصم العربية لا أن تخرجوا في مظاهرة ثم تعودوا إلى بيوتكم وكان شيئا لم يحصل يعني الذي الآن نحن نريده في شوارع العربية البقاء نعم البقاء في الشوارع حتى تنتهي هذا الحرب البقاء في شوارع حتى تنتهي هذا الحرب البقاء في شوارع حتى تنتهي آآ دموع اليسامة والسكالة نحن نريد كما رأينا كثير من الثورات العربية والبقاء في الشوارع حتى يصبح النظام نحن الآن بحاجة إلى أن تبقى أشعر في الشوارع وأن تبقى طوال مدة هذه الحرب طائمة ملتهبة مشتعلة في الشوارع وكذلك الدولة المجاورة لغزة على حدود غزة وعلى حدود فلسطين أكد ما هؤلاء مرادلون أهل غزة لم يسلوكم نحن لم نخذلكم طبيعات السابع من الكتابة الآن حق لكل عربي أن يفارسوا تلك الدولة الهشة تلك الجيش الذي لا يقهر تلك الجيش الذي صنعوا منه بعبع في الشرق الأوسط نحن في قطاع غزة مرتغناه في التراب وعلمناه بالأدب ويعيشون الآن في وهم خلف وهم نحن لم نخذلكم في غزة فنتمنى منكم أقل وأضعف الإيمان أن لا تخذلونا وأن تبقوا في شوارعكم نقومون بنصرة غزة بإذن الله عز وجل نحن كافرين بأعدائنا لا تخلقوا علينا أتركوا إسرائيل لنا شيخ محمود في النهاية أنا أود أن أسمع منك رسالة إلى الشعب المصري في المقام الأول ورسالة إلى أهل غزة وأهل الضفة ولكل الفلسطينيين ورسالة عامة لديك الميكروفون ونستمع لك للرسائل التي ترسلها أنا رسالتي إلى الشعب المصري يعني كثير من الشباب والأبطال الذين يحبلون الفنسية المصرية وهم عشرات قد نشد في هذه الحرب نحن بيننا نسف وبيننا دم وبيننا صلة صلة خصوصا هذه الصلة صلة قرابة في قتال الصهاينة وفي قتال هذا العدو فنحن نريد من الشعب المصري أن ينتقض نريد من الشعب المصري أن يكون له دور نحن إخوانكم نحن الذين تجمعنا شدود بيننا وبينكم وقرب كبير في البساد وفي العقيدة وفي الإيمان نريد أن نرى منكم همة عالية إن كانت هناك همة لدى الشعوب الأخرى فلابد أن تكون همتكم يا أهل مصر أعلى وأعلى وأعلى نريد أن تشتاعد الشوارع نريد أن تقتربوا حتى من معبر رفح لتطالبوا بفتحه نريد أن ترى شيئا على أرض الواقع أكبر من الهدفات ومن غيره وأما رسالة لهذه الأمة اعلموا أن النصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى لكن نحتاج المزيد وإله الغزة ماذا سأقول لكم يا أهلنا في الغزة ماذا سأقول لكم جزاكم الله خيرا عن هذه الأمة جزاكم الله خيرا عن السباب جزاكم الله خيرا عن ما تقدموه اليوم بشوارع غزة والله بكم نرفع الرأس اتكتوا على ما أنتم عليه فإن الأمة كلها معكم الأمة كلها تدعو لكم والله أنتم الرجال والله إن اختفى الرجال فأنتم الرجال والله إن ضاعت البطولة في البطولة في شوارعكم بكم نفتخر وبكم نرفع الرأس ونصر الله سبحانه وتعالى أن ينصركم حقا قريب ونصركم قريب بإذن الله عز وجل يرونه بعيدا ونراه قريبا بإذن الله عز وجل شيخ محمود الحسنات أشكرك على وجودك معنا عبر الهاتف كنت ضيف عزيز علينا تحية لك